اهلا بكم حراية الطلاب جريد سريد درس جديد على قناة برايت درس جديد بعنوان يعني ازاي ينقيس الاطوال عشان نقيس اللنس احنا محتاجين نعرف يعني ايه هي اليونت اللي حقيس بيها يعني اما اقول ده مثلا اللنس بتاعه كزا هقول كزا ايه يعني ايه الحاجة اللي انا هعرفها كيونت اول يونت عندنا اللي هي السنتيمتر طيب السنتيمتر ده حتة قد ايه لما تجي تبص علي ايدك تفرد ايدك كده وتبص عليها بص عرضك الصغير العرض بتاعه الويتز بتاعه من اول هنا لحد هنا الحتة الصغيرة دي تقريبا 1 سنتيمتر اباوة 1 سنتيمتر تقريبا 1 سنتيمتر طيب السنتيمتر ده بنقيس بي حاجات كبيرة ولا صغيرة لا بنقيس بي حاجات صغيرة زي ايه زي البنسل البوكس والإريزرز طيب عايزين نتعرف اكتر يعني نحس اكتر به لو عايز تحس اكتر به بص علي ايدك كده على الحتة من اول هنا هنا الحتة تقريبا بتقول عليها 5 سنتيمتر طيب ازاي بنقيس السنتيمتر ايه هي التول بتاعتي او الوسيلة بتاعتي اللي حقد رئيس بيها اللينسل الوسيلة بتاعتنا اللي حقس بيها اللينس اللي هي الرولر لما تجي تبص علي الرولر بتاعتك هتلاقيها في ايه في تدريد كده في ننضرز عليها 0 1 2 3 4 5 and so on السنتيمتر هو الجزء البلوس صغير ده من اول 0 لحد الوضع ده كده سنتيمتر والحتة دي كده برضو اخر سنتيمتر ودي كده اخر سنتيمتر يبقى 1 2 3 4 5 كل حتة من دي بتعبر عن 1 سنتيمتر طيب البنسل ده بما حب ايسه بنعمل ايه بايسه ازاي اول حاجة نجي بالرولر بتاعتنا نقف بالزيرو على اوله لازم احط الزيرو على اوله واشوف هو بينتهي فين في النهايته نهايته هنا السن عند ايه عند 11 يبقى البنسل ده الطول بتاعه او اللينس بتاعه 11 سنتيمتر يبقى اتفقنا ان انا عندي حاجة اسمها السنتيمتر اللي هو الونت of measuring lens والطول او الاداة اللي بقس بيها عبارة عن الرولر ولما ايجيز بالرولر لازم احط الزيرو على اول ايه؟ على اول الحاجة اللي انا بقسها واشوف نهايتها فين ثم مع بعضين هنشوف اللي تشيك دير بيقول لي measure the lens of each object يعني كل الابجكت من اللي قدامنا دول عايزين يقاسهم نعرف اللنس بتاعهم ايه؟ circle the longest one اكبر واحد فيهم في اللنس هنعمل عليه circle and take the shortest one واقل واحد فيهم في اللنس هنعمل عليه علامة الايه؟ اللي تشيك مارك دير يبقى احنا في الاول لازم نعمل ايه؟ لازم نقيس كل اللنس ديت كده ونشوف هي هتطلع كان بالسنتيمتر يبقى احنا لازم نستعمل ايه؟ يبقى احنا لازم نجهز الرولر بتاعتنا علشان نقيس بيها نروح نجيب الرولر بتاعتنا ادي الرولر بتاعتنا طيب ايه هو اول object عايزين نقيسه؟ ادي اول object عايزين نقيسه طب ايسه ازاي؟ ادي اوله وادي اخره يبقى لازم اجيب الرولر بتاعتي وحط الزيرو عند اوله كده واشوف اخره هيبقى ايه؟ هنعملها مع بعض كده كده ما زبط رولر بتاعتي اهي؟ واجه اشوف اوله فين؟ اه هبص بالزبط احط الزيرو اهو بالزبط اهو اهو كده انا جبت بالزبط الزيرو بالزبط عند اوله طيب وفين اخره؟ اخر اهو طب هو هنا كم؟ نعد مع بعضنا بقى من اول الزيرو نمشي كده ايه؟ كده فيه وابقى الحتة دي سنتيمتر طب وعندي من اول الان لحد الثو ده اخر سنتيمتر يبقى كده عندنا ايه؟ عندنا تو وفيه حتة كمان between two and the a and the three لما تيجي تشوفها بالزبط اتنيها عند الايه؟ عند الميدل يعني دي between two and three يعني بالزبط one half او نص سنتيمتر half a centimeter لكن هنا احنا هنكتب كم؟ هنا احنا هنقول ده between the two and the a and the three الدرس الجاي ان شاء الله هناخد نفس الـ activities وهنتعرف ازاي نقيس الشرط الصغيرة دي ومن الدرس بتاعنا النهاردة بيعرفنا ازاي نقيس من اول الزيرو لحد الوضع الشرطة الكبيرة دي كلها اسمها سنتيمتر ان شاء الله الدرس الجاي هنعرف ان الشرط الصغيرة دي اسمها مليمتر ودي بنقيس بها الحاجات الصغيرة اكتر طيب يبقى هنا نكتب كم؟ هنا نكتب between two and three تعالوا نشوف اللي بعضه نقيسه ازاي نيجي هنا كده هو اجي اوله ودي ايه؟ ودي اخره برضو من اول الزيرو نمشي نكون one two three وايه؟ وجزء صغير ما وصلناش لحد يبقى الابجكت ده اللينس بتاعه ايه؟ between three and four طيب نيجي نشوف اللزبون دي اعمل ايه؟ لازم احط الزيرو ده عند اولها واشوف اخرها هنا كيه او كده اهو حطناها عند اولها اهو واخيرها بصوا جايب جايب كم؟ جايب اولها عند الزيرو اهو واخيرها عند ايه؟ عند الاليفن one two three four five six seven eight nine ten ten eleven انتهت عند الاليفن يبقى اللينس بتاعها كام؟ اللينس بتاعها 11 سنتيمتر يبقى نكتب هنا كده نيجي نشوف اللي بعد كده ايه اللي عندنا بعد كده؟ عندنا الايه؟ الجلو ستيك ده نقيسوا ازاي؟ نقيسوا كده؟ اولا لازم احط رولر بتاعتي كده وايجي هنا كده احط الايه؟ الرولر كده على اوله واشوف اخره جايب معايا لحد فين؟ نيجي نبص هنا بدء من الزيرو راح لحد ال six وايه؟ ومشي حتة كمان بعد ال six بس ماوصلش لل seven يبقى ده اللينس بتاعه ايه؟ اللينس بتاعه between six and seven ازيد من ال six ازيد من ال six لكن ماوصلش الايه؟ لل seven وزا ماوصلت لكم الدرس الجاي هنعرف بالضبط وقد ايه؟ يبقى ده نقول اللينس بتاعه ايه؟ اللينس بتاعه يعني اللينس بتاعه between six and seven يبقى نكتب هنا طيب عادي نشوف القلم ده نيجي هنا كده اهو نحط الرور بتاعتنا اولها عند الزيرو ازبط بال zero لازم اجيبه عند الاول بالظبط اهو عند الاول بالظبط ونشوف هنا الاخر كام لما نيجي نبص بدأ من عند الزيرو ووصل لحد تين لحد five بالظبط يبقى من الزيرو لحد يبقى الحتة دي كلها five سنتيمتر يبقى اللينس بتاع الوبجيكت ده كام اللينس بتاعه five سنتيمتر بص تاني بدأ من عند الزيرو اهو وانتهى فين؟ انتهى عند الفايف يبقى نكتب ايه؟ يبقى نكتب five سنتيمتر يبقى هنا ده كده five طيب تعالوا مع بعضين نشوف الكيه نيجيس الكيه ازاي؟ لازم احط المسترة بتاعتي اولها على ايه؟ على الزيرو ازبطها كده اهو نلفها واجه اولها ههو عند الايه؟ عند الزيرو نيجي نبص تلاقي ايه؟ تلاقي ايه؟ بدأ من اول الزيرو واحنا ماشيين نعد وصل لحد الزيرو وانكمل هل وصل لحد الزيرو؟ لا يبقى هو ده more than ثاني and less than four يبقى اللينس بتاعه بين الزيرو وفور يبقى كام سنتيمتر؟ ثاني سنتيمتر ومعض حتة زيادة يعني اللينس بتاعه ايه؟ اللينس بتاعه بين الزيرو وفور سنتيمتر طيب نيجي بعد كده نشوف هذا الارو نعمل ايه؟ احط المصطرة ازاي؟ لازم اثبت المصطرة عليه يعني اجيب الزيرو عند اوله ونشوف اخره حيبقى فين؟ كده احنا زبطنا بالظبط اهو اهو بالظبط اهو لازم تجيب الزيرو بالظبط عند الاول ونجي نشوف الاخر وصل لحد فين؟ اديو 1 2 3 & 4 يعني معنى كده عندي لحد الفور اهو موجود طيب وبعد كده زود على الفور شوية يبقى الابجكت ده اللينس بتاعه موجود من 4 لكن موجود من 5 ماوصلش لحد ال5 يبقى نكتب نقول ايه؟ يبقى بين 4 & 5 سنتيميلر طيب نيجي نشوف التوزبراش نيجي هنا بالرولر بتاعتنا ونوقف برضو على ايه؟ نوقف عليها ولازم اتأكد ان اولها يكون مع اولها بالظبط اهي ادي اولها اهو ودي اخيرها اولها عندي نزيره بالظبط زبطة اهو طب اخيرها فين؟ اخيرها اهو ازيد من ال8 يبقى more than 8 & less than 9 يعني between ال8 & 9 نكتب هنا كده between 8 & 9 سنتيميلر السنتيميلر دايما بنختصره CM نكتب CM نيجي نشوف السلمومتر نعملها ازاي؟ نيجي برضك بالرولر بتاعتنا حطينا اولها بالظبط اهو نيجي نبص بقى ونشوف ادي 0 حد ايه؟ more than 5 هل وصلت ال6 قدامنا؟ لا ما وصلتش لل6 فضلها حتة صغيرة او توصل لل6 يبقى دي ايه؟ دي between 5 & A & 6 بعد كده نشوف مين اكبر حاجة عندنا؟ اكبر حاجة عندنا كانت مين؟ كانت اللسبون اللسبون دي اكبر حاجة نعمل حواليها ايه؟ نعمل حواليها سيرك طب مين اصغر حاجة؟ من الشورت ستوان في اللانس الشورت ستوان كان البيبر كليب ده نعمل عنده تشيك مارك تعالوا مع بعضين يا اولاد نشوف اليونت الثانية اللي بقيس بها اللنس اللي هي الميتر نحن من شوية شوفنا السنتيمتر عندما نكتبه نختصره ب 2 لترز اللي هي CM يعني مثلا انا اكتب 5 سنتيمتر نكتب 5 CM لا نكتب كل الورد دي انا اكتب 3 سنتيمتر يبقى 3 CM and so on السنتيمتر ده بقيس ب بقيس بي الشورت لنسز الحاجات اللي هي الصغيرة مثل البنسلز البوكس والإريزرز اليونت الثانية اللي عندنا اسمها الميتر الميتر بقيس بي ايه؟ بين اس بي المسافات أو بين اس بي بقيس بي الميتر لا اقيس بالميتر طيب لو نحن نتخيل الميتر ده طوله قد ايه؟ بص على نفسك كده انت في جريد سري دلوقتي لما تيجي تشوف اللنس بتاعك او الهيد بتاعك هتلي تقريباً 1 متر يعني انت 1 متر ولما باجي اكتبه اختصر اقول ايه؟ اقول ام يعني لو عايز اقول 5 متر اكتبها ازاي اقول كده 5 ام الام دي معناها متر طيب لو عايز اقول 10 متر يبقى 10 ام طيب هل في علاقة يا اولاد ما بين السنتيمتر والمتر احنا عرفنا دلوقتي ان المتر is greater than السنتيمتر يعني المتر greater than 1 متر greater than 1 سنتيمتر but how many سنتيمتر in 1 متر انا عندي المتر ده فيه كام سنتيمتر فيه حاجة مهم ما عايزين نفتكارها ونحفظها ان 1 متر equal 100 سنتيمتر 1 متر equal 100 سنتيمتر المتر يجب ان تحفظها هذه مهمة قوي 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 في الدرس طيب تعالوا نشوف مع بعضنا الاكسرسيز التشيك يقول لي write the suitable unit يعني اكتب unit المناسبة للقياس centimeter or meter to measure each object طيب احنا هنستعمل السنتيمتر والمتر احنا قلنا ان السنتيمتر للحاجات الصغيرة والمتر للحاجات الكبيرة طيب انا لدي البطل الازازة صغيرة او كبيرة لا صغيرة سنقصها نقصها بالسنتيمتر اختصار cm هو هنا بيقول نكتب سنتيمتر يبقى نكتب زي ما هو قال لي ما قال يبقى نكتب سنتيمتر عشان نتعود على ايه؟ على كتبتها طيب هنا الغراف اللي هي الزرافة كبيرة او صغيرة لا كبيرة طول نقصها بالمتر طيب الشجرة كبيرة او صغيرة هل الشجرة زي البنسل كده والإريزر صغيرة او كبيرة جدا لا كبيرة يبقى طالما كبيرة يبقى اليونت اللي هنستعملها عشان نقصها اللي هي الميتر نيجي بعد كده للاقيه للبراش دي هنقصها بايه؟ دي صغيرة قد البنسل يبقى نقصها بالسنتيمتر طيب البلدنج ده حاجة كبيرة او صغيرة لا حاجة كبيرة يبقى نقصها بالمتر طيب والفورك دي الشوكة نقصها بالمتر صغيرة او كبيرة يقدي البنسل يبقى حاجة صغيرة قدي ايدي قدي كف الايد يبقى صغيرة يبقى نقصها بالسنتيمتر طالما بعدين حاولنا نشوف ده يقول لي نقصها بالسنتيمتر يعني هتجيب الرولر بتاعتك وتقيس الايه؟ وتقيس الستريب دي ثم نقصها بالسنتيمتر تقصها بالسنتيمتر وبعد كده سنرتبهم من اللونجست للشورتست الاطوال نحطه الاول وبعد كده لحد الصغير البراجتس اكتيفتي هتجيبها لكم تعملوها تجيب الرولر بتاعتك تحط الزيرو عند هنا وتعدل الرولر زي تمشيها زي ده بالظبط وتشوف الاند واقفة لحد فين تعمل هنا وهنا تعملها كلهم وبعد كده كل واحدة تكتب قدامها السنتيمتر بتاعها طالما بعدين يقول لي استيمت اند ماتش يعني ايه كلمة استيمت استيمت يعني قدرها يعني تقريبا كام يعني اقول كده تقريبا كام وبعد كده ماتش يعني ايه سنوصل مع بعضنا انا عندي هنا 2 سنتيمتر و 10 متر و 2 متر و 10 سنتيمتر مين هنا الحاجات الصغيرة الحاجات الصغيرة قد يقلب grains بالسنتيمتر وين والمتر التهم مثل ماتش إذا احنا دعونا الأول حاجات الصغيرة تهي兩 نمتر و 10 ، سنتيمتر نحظ يمكن mango Agric情 عندما نختار الحاجات الصغيرة مع الانسز الصغيرة يعني الانسز الصغيرة مع الانسز الصغيرة يبقى لازم ايه يبقى لازم هيبقى جريتر زين الايه الاريزر يبقى نوصل البنسل بالتن والاريزر بالايه بالتو طيب يبقى معي مين يبقى معي الكار والبالدنج الكار اللينس بطاحه اطول ولا اللينس بتاع البالدنج لا البالدنج طبع لما نقصه من اول هنا لحد هنا هلقي كبير جدا اكبر من الكار طيب يبقى انا عندي هنا تن وعندي تو مين هنا ياخد تن ومين ياخد تو لا يبقى البالدنج تن والكار تاخد ايه تو طيب وحبابي نشوف الاكتيفت دي بيقول لي ايه يقول لي يعني ايه يعني ايه يعني كل واحدة من ديه حقسها وبعد ما نشوف اللينس بتاعها هنحطها في التابل وبعد كده نرسم اللينبلون طيب يلا ما بعضيها نقيس ايه اعيز ايس اللي باب دي المصاصة دي اعمل ايه كده ديبتو دي كده حس تبقى ديها بالظبط واجه هنا كده على اولها وايس هيا هنا عندي ايه ادي الزيرو ودي ايه الفور بتون الفور اند الفايف احنا هنا هنقول تقريبا ايه تقريبا فور ليه تقريبا فور طبعا ما ما عدتش الفور بوينت هاف يبقى حنعتبر ان هي ايه حنعتبر ان هي فور يبقى دي كده حنقول فور سنتيجر طيب الاسبون دي عبارة عن ايه كام هي نيوم بوس كده يجي اولها بالزبط تحطه عند الزيرو اللي ايها فايف وحتة صغيرة الحتة الصغيرة دي حنشوف الدرس الجاي ان شاء الله حنحطها كام بالزبط لكن هنا تقريبا هي هنا كام سنتيمتر هنقول تقريبا 5 يبقى دي كده 5 طيب الابنسل ده او البنده نيجي نزبطها بالزبط كده نيجي هانا اقوى على الاول اللي تقريبا كام تقريبا 6 سنتيمتر يبقى هنا نكتب 6 سنتيمتر نيجي نشوف بعد كده البيبركليب ديت نقرد هنا كده هون من اول زيرو ونشوف هي الدية تقريبا قربت توصل للتو هنعتبرها تو يعني هنقول ان هي 2 سنتيمتر يبقى دي كده تو طيب نيجي نشوف السمكة دي كده ادي من اول الثوق اهي ادي كده 1 ادي كده تو وصلت للسري لا ما وصلتش لكن عدت النص يعني عدت يعني تو وفيه نص وعدته كمان يبقى هنعتبر ان هي قربت من السري يبقى هنقولها عادي تقريبا سري يبقى دي كده سري نيجي نشوف الايتم اللي بعد كده اللي هو ده كده نيجي نبص حط اوله بالزبط على اوله نيجي نشوف نلاقي الهاف هنا عد الهاف ولا ما عداش عداه قرب قرب من السري قرب من السري يبقى هنعتبر ان ده تو نيجي نشوف البراش دي كده الزيرو على الاول بالزبط وعلى اولها نيجي نشوف هنا فيه سري وجزء صغير يبقى هي عبارة عن ايه عبارة ما كملتش الهاف يبقى هنعتبرها ان هي سري الفوتو دي او الرسمة دي عبارة عن سري سنتيمتر يبقى هنا سري طب نيجي نشوف هنا دي كده ادي اولها اهو هنا سري ومعاها الهاف بالزبط يبقى هنعتبرها ايه هنعتبرها ف الراف لو جاي معاك عند النص بالزبط نعتبرها ف الراف يبقى دي كده ف الراف نيجي نشوف بعد كده العملة برضو سري جايبة سري ومعايا ايه ومعاها جزء شوية قد النص بالزبط barley نحن هنعتبر ان النص 簧 долж ازودها 1 يبقى دي كده كام دي كده فور طيب اللي بعديها نشوف هنا الاريزر 1 2 وجزء كبير قرب من السري حنعتبر دي سري طيب نيجي نشوف الكي فين اوله اول هو الزيرو عند الايه عند الاول بالظبط طيب هنا اديت وهنا عد الهاف طالما عدها وقرب من السري هنعتبر دي ايه هنعتبر دي باردو سري طيب نيجي نشوف البنسل ده كده 1 2 3 وجزء كبير وصل لحد النص هنعتبرها فور بعد لما قسنا مع بعدينا الايتمز وشوفنا كل واحد اللي انس بتاعها ايه عايزين نرسمها في ايه في لاين بلوت قلنا بنعمل ايه نحط هنا اللينسز اللي احنا هنتكلم عنها يعني نحط هنا مثلا كده 2 3 4 5 6 7 طب هنا بيقول ايه النامبر او ايتمز يبقى هكتب هنا كده النامبر او ايتمز يعني ايه النامبر او ايتمز يعني نروح نشوف كم ايتم عندي كان اللينس بتاعه 2 لو رجعنا وبصينا هنلاقي تقريبا حاجة واحدة بس اللي هو البيبر كلاب كان جايب معنا الراوند 2 يعني قرب جدا من ايه من 2 يبقى النامبر او ايتمز عندي في الصفحة اللي فاتت كانت كام اللي هم كانتو كانوا 1 طب نيجي نعد 3 كام واحدة انت استهى وكتبت تحتها 3 لما تيجي تشوفهم هتلاقيهم 4 طيب بالنسبة لل4 كام واحدة كتبت تحتها 4 روح عندهم كده في الصفحة اللي فاتت هتلاقيهم برضو ايه برضو 4 طب بالنسبة لل5 كام ايتم انت لقيته 5 هتلاقيه واحد بس طيب والايتم زي اللي اللي انت تحتها 6 هتلاقيها برضو ايه 1 وال7 زيرو مفيش فيها حاجة اللاين بلوت كنا بنعمل ايه كنا بنحط x عشان تعبر عن الايتم الواحد يعني عندي 2 عندي كام ايتم عندي 1 نحط هنا اكس السري فيها كام ايتم فيها 4 نحط هنا 4 الفور فيها 4 نحط هنا 4 5 فيها 1 نحط 1 6 فيها 1 7 مفيش ما نحطش حاجة يجي هنا بيسألني بيقول لي what is the frequency of the longest lens the longest lens اللي هو ايه اللي هو 6 الfrequency هنا في قد ايه يعني عدد التكرارات اللي قدامه قد ايه 6 is 1 موجود فيه واحد بس يبقى نكتب هنا ايه نكتب هنا 1 طبعا 7 مينفعش انه ليه قدامه لانا против ما نحط هنا كلمة فريقونسي يعني التكرارات او الائتم اللي فيه كم واحد برضو نكتب ايه نكتب ايه نكتب ايه وبكده حبيبي يبقى خلصنا الليسونز من اول 5 لحد 7 اللي هي كانت بتتكلم عن اللينس ويز السنتيمتر درس سهل جدا الاكتيفتس بزعتك امسك الرولر بتاعتك واعد ايس الحاجات اللي ايه اللي قدامك عندك مثلا موبايل شوف الموبايل اللينس بتاعه قد ايه البنسل بتاعك شوفه قد ايه يعني امشي كده بالمسطرة بتاعتك وحاول تدرب نفسك ازاي تقيز بالسنتيمتر وبالتوفيق ان شاء الله